موسيقى سيدة وسادة طبطاتكم هذه النشاط التاسع وإلى حضراتكم أبرز عنوينها الاحتلال يهدم أكثر من عشرين متجرا في القدس المحتلة ويفجر أبواب عشرات المنازل في طول كرد موسيقى هيئة الكتل والقوام البرلمانية في التشريع تواصل سلسلة اجتماعات الحوار حول قانون الضمان موسيقى موسيقى بعد ساعات من ترميمه لإتلافه الحاكم نتنياهو يواجه مشاريع لتفكيك حكومته موسيقى في نشرة التاسعة أيضا المزارعون في المحافظات الجنوبية يعانون من ارتفاع تكليف زراعة الحمضيات ومتابعتها موسيقى 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 حيث رحب سيادته بالوفد مؤكدا على اهمية الخليل من النواحي كافة خاصة الاقتصادية الاجتماعية والوطنية كونها مستهذفة من قبل الاحتلال بالاستطعان والاعتداءات كما اكد سيادته على ان الخليل واهلها يقفون في الصف الاول في الدفاع عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها حماية القدس ومقدساتها وتصدي لكل المشاريع التأمورية التي تستهدف تصفية قضيتنا بدوره هنأ وفد محافظة الخليل سيادته بذكرى الاستقلال والمولد النبوي الشريف مؤكدين وقوفهم خلف سيادته وحكمته في قيادة المشروع الوطني ومواجهة كل المؤامرات لتصفية قضيتنا باسم السيد الرئيس قلد سفير فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبدالحفيظ نوفا المدير معهد دراسات الاستشراق التابعي للاكاديمية الروسية للعلوم في تالي نعوم كن نجمة الصداقة من وسام الرئيس محمود عباس امال يأتي ذلك تقديرا لدعمه لتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال ولدوره في تعزيز اواصل الصداقة الروسية الفلسطينية من وسام الرئيس محمود عباس نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس وبحضور كبار المستشركين والاكاديميين وممثلي الاوساط الثقافية والاعلامية قلد سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبدالحفيظ نوفل مدير معحد الدراسات الاستشراقية التابع للاكاديمية الروسية للعلوم السيد فيتالي نعوم كن وسام نجمة الصداقة وذلك تقديرا لدوره في تعزيز علاقة الصداقة الفلسطينية الروسية وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة ونيل حريته واستقلاله الرئيس عمد عباس عندما قرر منح الصديق والمناضل والصديق الوفيد للحقوق الفلسطينية والعربية بالمجمل هذا الوسام هو أرد أن نوجه رسالة أننا أوفياء لأصدقائنا ومحبين لهم وبالتالي السيد نعوم كان رمزا لهذه العلاقة كون له أرشيف كبير في جرد هذه العلاقة الفلسطينية الروسية منذ القديم منذ أيام اتحاد السوفيتي وحتى الآن وبالتالي منح هذا الوسام كان تعبير عن الشكر العميق للقيادة الروسية والشعب الروسي والصديق نعوم كين شخصيا وللمعهد الاستشراق على دوره الكبير في تعيز علاقة الفلسطينية الروسية تكريم السيد الرئيس يشكل دلالة على وفاء الشعب الفلسطيني لأصدقائه المناصرين لقضيته العادلة وهذا ما أكده السيد فيتالي نعوم كين خلال تكريمه مشددا على أن مواقف روسيا وشعبها ستظل داعمة للحق الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه المشروعة في الحرية والاستقلال منح هذا الوسام هذا موضع الفخر بالنسبة لي أنا أفتخر بمنح هذا الوسام تقديرا لمساهمتي المتوضعة في تعزيز العلاقة بين روسيا الاتحادية وبين دولة فلسطين وأنا أشكر فخامة الرئيس محمود عباس الذي دافع عن أطرحته منذ وقت طويل جدا في هذا المعهد ونحن نفتخر أيضا بهذا وهذا المعهد دائما كان يتضامن يعني كل العاملين بالمعهد يتضامنون مع شعب الفلسطيني هذا وتمتاز العلاقات الروسية الفلسطينية بالعمق التاريخي بما فيها السياسية والثقافية والاقتصادية وسيد صبيح تلفزيون فلسطين استقبل رئيس الوزراء دكتورة ملحمد الله في رمالله ممثلي عدد من الدول المالحة للقدس الشرقية والمناطق المثمات جيمة والتي تضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يون دي بي وفنلندا والنروش والسويد والنمسا وذلك لإطلاق منحة إضافية لبرنامج دعم سمود وتنمية المواطنين في هذه المناطق بقيمة 7 ملايين دولار وأطلع رئيس الوزراء ممثلي الدول على الأوضاع السياسية والاقتصادية وانتهاكات الاحترال المتواصلة وثمن في الوقت نفسه دورة ممثلي هذه الدول على دعمهم المتواصل لفلسطين في المجالات كافة كما أطلع الحمد الله الممثلين على جهود الحكومة لتصدي للإجراءات الإسرائيلية ودعم سمود المواطنين في المناطق المصنفتجين هذا وستقبل رئيس الوزراء دكتورة من حمد الله في رمالة وفدا من الحزب الليبرالي الكندي الحاكم حتى أطلعه على آخر تطورات السياسية والاقتصادية كما وضع الحمد الله الوفد في صورة الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا إضافة إلى الإجراءات الأمريكية التي تمثلت باعتراف واشنطن أو بإعلان واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفرتها إليها وإغلاق مكتب منظمة التحليل في واشنطن ووقف مساعداتها لمشافي القدس رئيس الوزراء أكد على أهمية وجود إطار دوليا لتبني مبادرة السيد الرئيس محمود عباس للسلام تكون كندا جزءا من هذا الإطار مشددا على ضرورة تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفاوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية عباس زكي على ضرورة البدي بترجمة عملية لرؤية الرئيس الصيني شي جان بيانج ومبادرة السلام الصينية بالضعوة لمؤتمر دولي لوضع حد لتدهور الحاصل في المنطقة تصريحات زكي جاءت خلال استخباره المبعوث الصيني لعملية السلام في الشرق الأوسط جونغ شياوشينغ حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية أبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين من جانبه أكد المبعوث الصيني موصلة بلاده دعم فلسطين سياسيا واقتصاديا أشدد على استعداد بكين للعب دور سياسيا لإحياء عملية السلام جونغ شياوشينغ كان سفير في الفلسطين في الأردن وكان يعرف عمق الصراع وبعد الصراع وهو له علاقات دولية كبيرة جدا يحاول قدر المستطاع باسم جمهورية الصين الشعبية الصديقة للفلسطينيين بأن يجنبوا هذه المنطقة ويلات الحروب وأيضا أن يدرس عن كثاب كيفية إمكانية أن تقوم الصين بدورها وهي يتعظم دورها عالميا وأيضا طرحت مبادرات سلام إن هذه الزيارة جاءت لهدف تأكيد على أن جانب الصيني يهتم بالوضع العام في شرق أوسطة وأيضا بشكل خاص ليؤكد على أن جانب الصيني يهتم بالاضطرابات للقضية الفلسطينية وأيضا يود جانب الصيني أن يقدم المساعدات والمساهمات لتخفيف التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لكسر الجمود الحالي لعملية السلام في شرق أوسطة هدمت قوات الاحتلال أكثر من عشرين مطجرا في مخيم شعفات وسط القدس المحتلة مقامة على جانبي الطريق القريبة من الحاشز العسكري جريمة هدم بالجملة اقترفتها قوات الاحتلال أكثر من عشرين مجرا ومنشأة تجارية دمرتها جرافات الاحتلال وسوتها بالأرض وأضحت أثرا بعد عين في مخيم شعفات شرق القدس المحتلة في وقت حولت فيه المخيم إلى تكنة عسكرية لتنفيذ جريمتها الغاشمة طبعا هذه السياسة بحجة أن بلدية الاحتلال تريد الإعمار والتصليح في هذا المخيم ولكن هذه السياسة مرفوضة أن هذه السياسة سياسة تطهير عرقي وسلب كافة حقوق اللاجئ المقدسي في مخيم شعفات تدمير جيش الاحتلال هذه المتاجر التجارية والمنشآت الصناعية التي تقتات منها عشرات الأسر المقدسية مكبدة إياهم خسائر مادية بمئات آلاف الشواكل في مشهد يعيد للأذهان آثار الضمار والخراب الذي طال المدن والبلدات إبان النكبة المشؤومة التي عاشها هؤلاء المواطنون في رحلة شتاتهم الأولى وإحنا أخذتوا 48 أخذتونا عرضنا في 67 أخذتونا عرضنا جبتونا عارض العود ثم انتقلنا إلى المخيم وإنتوا قاعدين جايين هنا اللي أحكينا فوق خبزة لقمة العيش اللي إحنا بنعيش فيها فيعني اليوم الاحتلال مبارح أشعرنا ببلغات في الليل ووجه الصبحيات أجاهان وجاب المعدات والأليات وبدأ بهدم المحلات اللي إحنا ننتعشين منها إمعان سلطة الاحتلال في ممارسات الهدم والتهجير القصرية للمواطنين المقدسيين ناهيك عن استهداف مصادر دخلهم وأرزاقهم في مدينة القدس المحتلة خاصة في مخيم شعفات تنفيذا لأوامر بلدية الاحتلال التي أعلنت حربا شاملة على المخيم بهدف فرض وقائع على الأرض كمدخل لإنهاء عمل الأنروا تدريجيا وانتزاع صفة اللاجئ والمخيم تدمير قوات الاحتلال عشرات المحل والمنشآت التجارية التي تعود ملكيتها للمواطنين هنا بحجة عدم الترخيص هو جريمة منظمة تسعى إسرائيل من ورائها إلى طرد المقدسيين من ديارهم لصالح المشاريع الإحلالية من مخيم شعفات بمدينة القدس المحتلة خالد مطاوع تلفزيون فلسطين إلى ذلك هدمت تجرفات الاحتلال مسكنا زراعيا وسلاسل حجرية في خربة المراجم التابعة لأراضي دومة جنوب نابس وقال مراسلنا نغوات الاحتلال اختحمت خربة المراجم وهدمت مسكنا زراعيا تقدر مساحته بأربعين مترا إضافة إلى هدم سلاسل حجرية تفاجأنا في تمام الساعة العاشرة والنصف باكتحام قواتي من جيش الاحتلال لخربة المراجم أنا كنت متواجد بمدرسة اتصلوا علي إيجيت لأن أنا بشتغل المعلم حاولوا أنهم يمنعوني أن أصل لداري هاي طبعا داري موجودة فوق الدار للهدمات دخلت على داري أنا وزوجتي وولادي هاي المنزل هاد لشبي من قرية دومة زي ما نشايف هدموا المنزل وخلنا نعتبر يعني حقد على المكان وحقد على الناس تخريب مش طبيعي هدموا الجدار المبني من الحجارة هدموا المنزل اقتلعوا بعض الأشجار كلوا عندنا شبكة الماء الموجودة في المراجم اللي بتغذي سكان هذا المنطقة هادو لساعة فجرت قوات الاحتلال أبواب العشرات من منازل المواطنين والمحالة التجارية في بلدة دار لغصون شمالة الكرم وفتشتها بشكل دقيق ثم ألقت منشورات تحذر فيها المواطنين من تقديم أي مساعدة للشاب أشرف نعالوى الذي تتهمه بإطلاق النار في المطاقة الصناعية بركان قرب سلفيت يوم السابع من تشين أول الماضي كما وقتحمت قوات أخرى من جيش الاحتلال بلدات بلع ورامين شرقة الكرم وزيتا حيث أجرت عمليات طمشيط واسعة في الأراضي الزراعية والتلال المحيطة بها عمل إضراب بلدة جبر المكبر جنوب القدس المحتلة حدادا على روح الشهيد عبد الرحمن أبو جمل الذي ارتقى متأثرا بجروح نصيب بها برصاص الاحتلال الأسبوع الماضي الحزن يخيم على بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة مسقط رأس الشهيد عبد الرحمن أبو جمل سبعة عشر عاما حيث يعم الحداد والإضراب التجاري لمدة ثلاثة أيام حدادا على الشهيد الذي ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي بزعم محاولته طعن عناصر شرطة فيما يسمى مركز عوز الجاثم على أراضي البلدة نبارح في الظهريات اتفاجأنا بنبأ الاستشهاد مع أنه شهيد عبد طلع من المركز إصابته طفيفة فمن حمل الاحتلال كامل المسئولية عن عملية قتل الشاب عبد وحالة من الاستياء عن عمة الكدس جميعا بالنسبة لكتل عبد وعشان هيك في النحداد اليوم مدرسة الشهيدة تعطلت عن الدوام اليوم لغياب عبد الرحمن طالب الثانوية العامة الأبدية وحتى خيمة عزائه التي أقامها ذوه لاستقبال المعزين أمر الاحتلال بإزالتها فيما يبقي على احتجاز جثمانه جثمانه محتجز لدى الاحتلال الإسرائيلي والآن والده وأخويه ضمن التحقيق خاضين للتحقيق وقمنا طبعا برفع شكوى ضد هذا الاحتلال برفع شكوى من قبل المحاميين بتكليفهم طبعا لتشريح الجثمان هذا وتعد عائلة أبو جمل التي ارتقى منها أربعة شهداء خلال الأعوام الأربعة الماضية مثالا للعائلات التي يتعرض أفرادها لعقوبات الاحتلال الجماعية سياسة الاحتلال الممنهجة بتنفيذ الإعدامات الميدانية تهدد كل منزل وحي وبلدة في القدس وعموم الأرض الفلسطينية التي حولها الاحتلال إلى مسارح لجرائمه اللحظية من بلدة جبل المكبرة كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين العاصمة المحتلة وصلت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي عقد اجتماعات الحوار مع كافة المؤسسات والأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي وفي مستهل اللقاء كده عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على أهمية مواصلة الحوار الوطني المسؤول حول قانون الضمان مع الجهات كافة مشددا على ضرورة الإصغاء للملاحظات والتعديلات المقترحة والتي ستساهم في إغناء القانون وتطويره من جنبهم ممثلوا الاتحاد العام لنقبات عمال فلسطين أكدوا على أهمية وجود قانون ضمان الاجتماعي يحقق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادية للمجتمع والعامل الفلسطيني نجحت المساعي التي بذلت مع دول المنحة في تقليص عجز موازنة الأونروا إلى 21 مليون دولار مع نهاية العام هذا وأكد أعضاء اللجنة الاستشارية لأونروا في ختم اجتماعها الذي عقد على ساحل البحر الميت التزامهم بدعم الوكالة والعمل على حجد الدعم اللازم للاستمرار بالقيام بأعمالها بعد أن وصل العجز المالي للأونروا إلى مستويات قياسية بلغت في مجملها 446 مليون دولار نتيجة ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قطعت التمويل المخصصة للوكالة أعلن بير كريمبول المفوض العام للأونروا للمجتمع الدولي نجاح الوكالة عبر الدول المانحة تخفيض العجز إلى 21 مليون دولار هذا الخطر الوجودي قد انتفى هذا العام حيث تقلص العجز من 446 مليون دولار مطلع العام إلى 21 مليون دولار فقط وهناك مساعي لتغطية ما تبقى من هذا العجز تقلص العجز المالي للعام الحالي لم يبدد المخاوف لدى المراقبين في ظل إمكانية تكرر الأزمة المالية في العام المقبل خاصة وأن الإدارة الأمريكية لم تبدي أي تغيير في موقفها بشأن تمويل الوكالة وهو ما ينذر بمستقبل ضبابي للأونروا في هذا العام تمكن المجتمع الدولي من إخراج الأونروا من عنق الزجاج المالية لكن هناك مشكلة أيضا قائمة وموجودة وستواجه الأونروا في العام المقبل ماذا سيفعل المجتمع الدولي العام المقبل ماليا مع الأونروا الأونروا تقدم خدمات لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني وقف أو تخفيض أو نقص خدماتها يشكل كارثة حقيقية مجتمعية اجتماعية صحية تعليمية ليس فقط في مجتمع اللاجئين وإنما في مجتمعات الدول المضيفة اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا في البحر الميت الذي حضرته الدول المضيفة وكبار الجهات المانحة عبروا عن التزامهم بدعم الأونروا إلا أن المساعي الفلسطينية تتجه نحو تحويل هذا الزخم وترجمته من خلال تأمين مصدر تمويل مستدام وثابت للوكالة وتوفير حجد سياسي لإعادة تجديد التفويض الممنوح للأونروا وإحباط المسع الأمريكي الإسرائيلي لتغييره لتلفزيون فلسطين أروا حماد عمان متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الستوديو ناطق رسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سامي مشعشع سيد المشعشع أهلا بك معنا بداية من خلال متابعتكم للمؤتمر كيف ستواجهون تقليص الميزانية للعام القادم؟ يعني الفاقد الأمريكي 360 مليون دولار وهو يشكل ثلث ميزانية الوكالة الإجمالية العادية والطارئة ونحن سندلف للعام 2019 بدون هذا المبلغ ولكن إن كان 2018 مقياس استطعنا أن نتغلب على الفاقد الأمريكي في هذا العام نحن بدأنا هذا العام بعجز بلغ نصف بليون دولار وستطعنا بدعم الأصدقاء والدول المضيفة والداعمة إلى تخفيض حسب تغريقهم إلى 21 مليون دولار وبالتالي هذه النجاحات السياسية والديبلوماسية والمالية نحن نأمل أن تتكرر في العام القادم بالرغم من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية لإضعاف الوكالة وتشفيف مواردها والتشكيك بدورها وبمستقبل وملف اللاجئين أنفسهم سيد المشاشة لكن هذه التقلصات والجهود التي قنتم بها كانت على حساب اللاجئين من ناحية تقلص بعض الخدمات تسريح عدد من الموظفين في هذا القطاع وذلك القطاع التضييق إن صح التعبير وهو ليس بإرادتكم لأنه أنتم تعالوا من مشاكل مالية فبالتالي اللاجئ هو الذي سيدفع الثمن ماذا تقول للاجئين الذين يشاهدون الآن ما الذي ينتظرهم نعم يعني اللاجئ يدفع فطورة الاحتلال وفطورة اللجوء منذ سبعة عقود الخدمات الوكالة في العام الماضي تأثرت بالكم والكيف وليس فقط الخدمات العادية ولكن أيضا الخدمات الخساسية الخدمات الطارئة والخدمات الأساسية وأنت أنا آن على أعتاب إعادة بناء سوريا هناك نصف مليون لاجئ فلسطيني فطورة إعادة بناء المخيمات التي دمرت اليرموك الحسينة حسينية درعا سبينا هذه فطورة عالية الإبقاء على خدماتك الطارئة في غزة عالية وبالتالي سيكون يعني عام 2019 للأسف الشديد عام صعب على اللاجئين وعلى الوكالة ولكن مرة أخرى يكفي أن الدعم السياسي مرة أخرى والدبلوماسي للوكالة والذي أردفه بدعم مالي نحن نأمل أن يترجم في 2019 لكي نبدأ استرداد العافية في خدماتنا للاجئ الفلسطيني غير المعقول أن يزداد عدد الطلبة في الصفوف وغير المعقول أن يزداد عدد المرضى الذين يعني يصطفون بابتدار طبيب واحد في العيادة ندرك أن هذا أثقل عليهم ولكن يعني التحدي كبير ولكن يعني أن مرة أخرى النتائج بل 2018 مطمئنة سيد مشاشع يعني نتحدث بشيء من الصراحة ونكون واضحين مع اللاجئين هل ينتظرهم الأسوأ بسبب القرار الأمريكي رغم كل الجهود السياسية التي بذلتها القيادة وذلها أيضا الأصدقاء والأشقاء في محاولة تأمين موارد من المانحين للأنروا ماذا ينتظر اللاجئين هم بانتظار جواب واضح من قبلكم يعني لا أعتقد أن الأمور سيئة من هذا الجانب ولاية الأنروا ستجدد في شهر 11 من العام القادم ستجدد كل ثلاثة سنوات وبالرغم من المحاولات الشرسة وهي وهي هجمة كانت منظمة لإنهاء الوكالة وتشفيف مواردها والتشكيك بحياديتها ونزاهتها ودورها أنا أعتقد أن هذه المحاولات هزمت وأنا أعتقد أن تجديد ولاية الوكالة وهو له أبعاد سياسية كما له أبعاد خدماتية ستجدد في العام القادم بالرغم من الدول ولكن سيد المشعر عفوا للمقاطع هناك محاولات أمريكية إسرائيلية لتغيير التفويد الممنوح للأونروا نهاية العام القادم كيف ستصدون لهذه المحاولات؟ أنا أقول لك من الآن وهي رسالة طمأنة ستفشل 167 دولة وقفت وراء الوكالة وجددت ولايتها في العام 2016 قبل أسبوع قبل ثمانية أيام كان هناك أربع قرارات تمت دراستها والتصويت عليها في الجمعية العمومية والمتحدة 158 و160 و162 لكل قرار وقف مع الوكالة ودولتين أو ثلاثة دول وقفت ضده وبالتالي ولايت الوكالة يعني باقية سيد المشعر على عجالة في دقيقة فقط من الوقت المتاح ماذا تقول للاجئ الذي سمع بأن العجز انخفض إلى 21 وبالتالي يقول إذا انخفض العجز إلى 21 مليون لماذا لم تستأنفوا هذه الخدمة أو تلك الخدمة من الخدمات التي تقدمونها وقمتم بوقفها أو على الأقل طبقتم إجراءات التقشف حيالها نحن نقول أن خدمات الوكالة العادية لم تتأثر 30 ألف موظف يسلمون رواتبهم 711 مدرسة تعمل نصف مليون طالب ينتظمون الخدمات الطارئة التي تأثرت لأن الدعم الأكبر للخدمات الطارئة كان يأتي من الطرف الأمريكي نحن الآن في معرض إطلاق نداء استغاثة خاص لأراضي الفلسطين المحتلة وكذلك الحال في سوريا ونحن على اعتقاد أن الدول الإسلامية والدول العربية ودول أخرى ستقف وستدعم الوكالة في هذين المجالين نعم سيد سامي مشعشع النطق الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني الأنر وشكرا جزيلا أن أوجدك معنا في نشاط التأسية تتصعد المخوف لدى الاتلاف اليمني المتطرف في الكنيسة الإسرائيلية من فض حكومة نتانياهو بعد توفد اقتراحات لطرح قوانين تهدف لتفكيك الحكومة الإسرائيلية ودراسة أحزاب المعارضة لتقديمها في الوقت الأنسب للإطاحة بنتانياهو على كف عفريت هكذا يمكن وصف حال الاتلاف اليميني في الحكومة الإسرائيلية وسط مخاوف تتصعد يوميا من إنهاء ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتانياهو بعد أن بات تفكيك الحكومة على بعد صوت واحد فقط مع توافد اقتراحات القوانين من قبل أحزاب المعارضة الداعية لفض البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة من الواضح أنه بعد خروج لبرمن وحزبه من الاتلاف الاتلاف الحكومي في ضائقة حقيقية نرى ذلك في التصرف اليوم الذي يتصرفونه في حالة الاستعداد الدائم لدرجة أن نتانياهو حاضر على كل عملية التصويت ولم يتغيب عن الهيئة العامة هذا يدل على أنه في ضائقة هذا يدل على أن عمر الحكومة قصير ونحن من طرفنا سنقوم بكل جهدنا لإسقاط أولاً القوانين التي يأتون بها ولكن الأهم من ذلك لإسقاط الحكومة الأفضل أكثر من 20 اقتراحاً لقوانين تمثل ائتلاف اليميني طرحت على جدول أعمال الكنيست خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية الأمر الذي ولد هستيريا لدى أعضاء اليمين بعد تلقيهم أوامر بإلغاء رحلاتهم إلى الخارج وإبطال البعثات الدولية والتفرغ من كافة الالتزامات لصالح التواجد بالكنيست والتصويت ضد القوانين التي تدعو لإسقاط الحكومة التي تمتلك أغلبية صوت واحد فقط في الكنيست كل المعارضة كررت سحب اقتراح حل الكنيست نظراً لأنه لم تتوفر أغلبية خاصة أن حزب كلانا وحزب نفتالي بنت عادوا إلى الاتلاف وانصاهوا لتوجيهات بن يمين نتنياهو ولو قدم هذا القانون وسقط سيمنع طبقاً لقانون الكنيست من تقديمه لمدة ستة أشهر أخرى نحن في التقائم المشتركة قررنا أيضاً أسوةً بكتل المعارضة وبتنصيق معها جميعاً أن نسحبوا على أن نطرحوا في اللحظة التي نرى فيها إمكانية لإسقاط هذه الحكومة وحل الكنيست مواقف عسيرة ومصرية تقف أمامها حكومة اليمين بمواجهتها للسلسلة قوانين تهدف إلى تفكيك الحكومة في ظل ائتلاف حكومي ضيق وضعيف يعكي صدعف موقف نتنياهو الذي يتعنت في فرض ذاته ليس كرئيس للحكومة فحسب بل كوزير لأكثر من وزارة وعلى رأسها وزارة الأمن التي يولى نفسه برئاستها مؤخراً هستيريا تضرب ائتلاف اليمين بعد توافد كافة الضربات لفض الحكومة التي باتت اليوم على وشك التفكك أكثر من أي وقت مضى بعد إضعاف الائتلاف ونشوب الخلافات حتى ما بين أعضائه من الجليل سلام مشرقي تلفزيون فلسطين لمزيد من الاضحات حول هذا الموضوع نضم أبواء إياكم إلينا هنا في السديو المختص في الشأن الإسرائيلي سيد فيز عباس أهلا بك معنا في نشرة التاسعة مساء الخير السؤال المطروح ببساطة حتى تكون الصورة أوضح هل حكومة أو الاتلاف الحاكم في إسرائيل سيبقى ستة أشهر أخرى بأمن وأمان بانتظار أن يتغير موقف أي من الأحزاب المنضوية في لوائه حتى تتاح الفرصة أمام المعارضة لتقديم مشروع لإسقاط هذه الحكومة لا ليس بالضرورة ولكن على بما أنه كما قال الدكتور أحمد الطيبي تم سحب اقتراح حل الكنيسة لأنه لم تتوفر له الأصوات الكافية لذلك أنا أعتقد أنه ممكن المعارضة تنتظر فرصة فرصة على أن يكون عدد كافي من الأعضاء الإتلاف في الكنيسة ويمكن في هذه الحالة إسقاط حكومة نتنياو لكن كما سمعنا وكما صدرت أوامر لكل أعضاء الكنيسة حتى بمن فيهم من كانت في المستشفى من الليكود وصافرت وهي في وضع صحي ليس جيدا ووصلت إلى الكنيسة لكي تمنع إسقاط الحكومة وصولها إلى الكنيسة والذي دفع بالمعارضة إلى سحب حجب الثقة عن الحكومة وحل الكنيسة لذلك يعني لازم يكون على أعضاء الكنيسة من الأعزاب الإتلاف أن يتواجدوا في الكنيسة على مدار الساعة حتى في أي وقت المفروض أن يكونوا داخل الكنيسة حتى أنا نتنياو جلس في الكنيسة كل اليوم واضطر إلى أكل وجبة الظهيرة في مطعم الكنيسة وهذه أول مرة منذ سنين طويلة سيد سيد هل هذا حبا في نتنياو أم أن اليمين يريد أن يحمي نفسه من أي فرصة للمعارضة لأن تشكل هي حكومة فيما بعد لماذا هذا التحوط باتجاه نتنياو الكل خالف نتنياو فور استقالة لبرمان ثم ما فتئوا أن عادوا وأحاطوا به وقالوا سنبقى معك في الائتلاف ولن نسقط الائتلاف عمليا نتنياو كان واضحا في تهديده لليمين الإسرائيلي وبشكل مباشر وحضر قادة اليمين من أن إسقاط حكومة نتنياو أو حكومة اليمين الوطني كما يسميها هو سيأتي بالمصائب على إسرائيل هو يعني قال أنه عام 1992 اليمين أسقط حكومة شمير جاء رابين وجاءت أوسلو وبعد ذلك في عام 99 أسقطوا حكومة نتنياو وجاءت الانتفاضة الثانية وركز على عدد الإسرائيليين الذين قتله في الانتفاضة وقال وقتل ألف يهودي عمليا هذه الجمل وهذه التصريحات وهذه الأقوال من نتنياو تعني أنه يحذر ويهدد باليمين لأن إذا أسقطتم الحكومة من سيستلم السلطة هو اليسار أو المركز الإسرائيلي سيد أباس أفوالي المقاطع يعني هناك تسريبات تقول أنه قد نتنياو يسلم وزارة الخارجية إلى نفتالي إذن هل يمكن أن يرد ذلك نفتالي ويقنعه بالتخلي عن الحكومة أم أن هناك سيناريو آخر نفتالي بنت لم تعد لديه أي مطالب سياسية داخل الحكومة نفتالي بنت تلقى أوامر من الحخامات الصهيونية الدينية أو المستوطنين الصيونية الدينية الاستيطانية بأنه عليها أن ألزم بالبقاء في الحكومة لأن هناك الحخام هو من يقرر لأعضاء الكنيسة هؤلاء الذين ينتبون إلى هذه الفئة المجموعة السياسية لذلك نفتالي بنت هو ليس حر في تصرفاتي ومن يدير نفتالي بنت هم هؤلاء الحخامات الذين يأمرونها لو أمروه الآن بأن يستقيل ويحل الحكومة هو سيفعل ذلك طيب سيد عباس في دقيقة فقط من الوقت المتدقير المقابلة هل ينعكس هذا الجو المشحون في الاتلاف الحاكم لنتنياهو علينا نحن كفلسطينيين من ناحية تسريع الاستيطان من ناحية مزيد من الانتهاكات في مسعى لأن يرضي هؤلاء المحيطين به وكأن اتلافه أصبح أوهن من بيت العنكبوت نعم هذا صعيح يعني من سيدفع ثمن هذا الاتلاف الحالي ومن سيدفع ثمن بنت في الحكومة هو الشعب الفلسطيني أول شيء قال ننتنياهو سنخلي الخان الأحمر سريعا وقريبا ثانيا التهديدات لغزة والتهديدات بكل يعني مفاهيم كلمة تهديد لذلك من سيدفع الثمن في نهاية الأمر هو الشعب الفلسطيني والسياسة الإسرائيلية باعتقادي ستزداد سوءا على الشعب الفلسطيني إن كان من ناحية مصادرة الأراضي هدم البيوت ورأينا ما حدث في شعفات اليوم وهذا ما سيحدث في باقي المناطق وسيكتف ننتنياهو الاستيطان في القدس وفي الضفة الغربية سيد فايز عباس المختص بالشنر الإسرائيل شكرا على وجودك معنا في نشاطي التاسعة يستمر التحريض اليومي عبر الآلام الإسرائيلي ضد شعبنا وقيادته حيث تركز خلال الأيام الماضية على تصعيد العدوان على قطاع غزة والتحريض ضد سيد رئيس محمود عباس انشغل الإعلم الإسرائيلي بالتحريض على تصعيد العدوان على قطاع غزة والتحريض بصورة عامة على سيد رئيس محمود عباس بالإضافة إلى التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخصية سياسية إسرائيلية ضد شعبنا وقيادته حيث ورد مقال على موقع القناة السابعة الإسرائيلية يتهكم فيه الكاتبة على خطاب سيد رئيس محمود عباس في ذكر استشهاد القائد ياسر عرفات والذي أكد فيه على استمرار الدفاع عن الأرض والحق في تقرير المصير والوقوف في وجه صفقة القرن وغيرها من المخططات الرامية إلى تصفية قضيتنا الوطنية حيث يحاول الكاتب إظهار السيد الرئيس بمن يفتعل الأزمات ويتحدى العالم وفي خبر على الموقع ذاته يظهر المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتمصي ومحو الهوية الفلسطينية في العاصمة المحتلة من خلال استخدام الإسرائيليين مناصبهم العليا ونفوذهم من أجل منع إقامة أي فعاليات وطنية في القدس وفي حوار مع المحلل العسكري الإسرائيلي روني دانيال على القناة الثانية يدعو فيه إلى استمرار التصعيد والهجمات على قطاع غزة بشكل أقصى وأشد ما يعطي شرعية لجيش الاحتلال في غلاف غزة باستمرار استهداف أبناء شعبنا هناك وضمن برنامج الاستوديو المفتوح استضافت القناة عشرين أحد عملاء جهاز الشباك الإسرائيلي ومن خلال الطرح تحاول القناة إظهار العميل أنه مظلوم ويعاني بسبب السلطة الوطنية التي وصفتها بأوصاف وحشية في محاولة لإظهار الخائن على أنه المظلوم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي غرد عضو الكنيسة عن البيت اليهودي يد سلئيل ساموريتش عبر تويتر ضد الأطفال الفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال بطرق سلمية ووصفهم بالمخربين فيما حرض عضو الكنيسة عن حزب الليكود أرون حزان على صفحته على فيسبوك على تدمير غزة ميساء الأحمد تلفزيون فلسطين في الشان العربي قاتلت القوات العراقية خمسة عشر عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي داخل نفق في إحدى مناطق محافظة صلاحدي نعم وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة عناصر داعش في أنحاء البلاد لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفرنة مشددا في سياق أوسع أصيب سبعة أشخاص على الأقل بجروح إثر انفجار طال مسجدا في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان وأشارت مصادر أمنية إلى أن الانفجار وقع في أحدى مساجد بلدة تشيمان الواقعة بالقرب من حدود أفغانستان بعد وصول المصلين إليه لأداة صلاة المخرب وإلى الموجز الاقتصادي مع زميل عماد الرجبي أهلاً عماد إهلاً وسهلاً بسلام وأمان حياكم الله ومشاهدين الكرام أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واللجنة الوزرية المكلفة بالحوار حول قانون الضمان الاجتماعي أن التوفيرات والأتعاب الخاصة بالعمال والعملات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر هي حقوق فردية للعمال أوضحوا أنه في حال تم تحويل هذا صندوق الضمان الاجتماعي فأنها ستأتي بقائمة اسمية تشمل اسم العامل وسنوات عمله وقيمة المستحقات المترصدة له مضيفون أنه يمكن للعامل أن يحصل على هذه المستحقات عند الطرب إلى ذلك شهدت بورثة فلسطين خلال جلسة اليوم تدولات مرتفعة إطرا صفقة تمت على سهم المؤسسة العربية للفناضق إي أج سي بلغت قيمتها 3 ملايين و240 ألف دولار تقريبا وظهرت بيانات بورثة فلسطين أن شركة يابوس الفلسطينية لاستثمارات السياحية باعت حوالي 4 ملايين و220 ألف ساهم من حصتها في أج سي في مشترة شركة صروح لاستثمار السياحي الأسهم كاملة لترتفع ملكيتها إلى 21.6% في شركة إي أج سي هذا ارتفعت أسعار النفط قليلة مدعومة بتقرير أشار إلى انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام التجارية في أولايات المتحدة إضافة إلى واردات قياسية للهند في الخام النفطي وزادت العقود الأجل الخام برينت إلى 3.60 دولارا للبرميل فيما عقود غرب تكساس ارتفعت إلى 54 دولارا يذكر أن الارتفاع لم يكن كبيرا بسبب قلق المستثمرين من تحذير وكالة الطاقة الدولية من ضبابية غير مسبوقة في أسواق النفط بسبب البيئة الاقتصادية الصعبة والمخاطر السياسية في خبر آخر صعدت سعار الذهب وذلك مع تراجع الدولار غير أن المكاسب جاءت محدودة بفعل توجه عنظار المستثمرين إلى الأسهم والتي شهدت انتعاشا وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1226 دولارا للأنصة نهاية الموجة الآن عودة إلى الزملاء والمزيد للأخضار شكرا نايمات شكرا نايمات إلى المحافظات الجنوبية هذه المرة هناك يعاني المزارعون من ارتفاع تكليف زراعة الحمضيات ومتبعتها والتي أدت إلى خفض إنتاجها وزراعة نباتات بديلة بكلفة أقل بهمة افتقدوها في المواسم الماضية يجني المزارعون محصول الحمضيات الأديجة حسب توقعاتهم ناضجا ومثمرا وبكميات وفيرة الحمد لله السنة للحبة كويس ومغرر للزبائن ووكل الأفضل السنين فاتت كثير البوماليت هي تقريبا أكثر شجرة أجود شجرة عندنا لأن هي الشجرة التي تستفيدها مع الشتاء لما يجي الشتاء تستفيد أكثر اللي يجي وراءها هي البومالي البومالي برضو يكبر ويصير أحسن بما فيها بصرة والكلمنتينة والليمون والمخال عشرون ألف دنم من الحمضيات زرعت هذا الموسم أنتجت نحو سبعة وثلاثين ألف طن ما يعني سد قرابة ثمانين بالمئة من احتياجات سكان القطاع من الحمضيات رغم ما تواجهه هذه الأشجار من تحديات بسبب انخفاض درجة الحرارة وشح المياه فيه أمور كتير بتأثر على المحصول نفسه من خلال العام المناخية واقتصادية من المطار من درجة الحرارة فالحمد لله ربنا إذا السنة الفاتر المطار رجعه مش وفير كتير فكانت الحب حجم ما أقليل بالنسبة للسنة الماضية كان السنة الماضية لأن في مطار كتير كانت حب أوسع أكبر الحمد لله وفي السنة إن شاء الله نسأل الله أن يكون الموسم مطار كتير وفير وغزير بحيث أن يؤثر على الحمضيات من خلال الحياة الثمر يكون حاب أثمر حاب أشف أنصح وأنضج الخسائر التي تلحق بكل موسم تتحملها أطراف المستفدين أما محاولات تخفيف معدل الأضرار التي تلحق بشجرة تبوء بالفشل في كثير من الأحيان فالأدوية التي يستخدمها المزارعون كما قالوا لنا غير مطابقة للمواصفات بالتالي ليس على شجرة الحمضيات سوى أن تصارع من أجل البقاء نحن نضمن نتضرر أكثر من التاجر والتاجر يتضرر أكثر مننا فننغطع بعض هذا الشجرة البيارة تكلف كل شهر يقارب بس دورش فوق العشر تلاف شيكين هذا غير أجر ست عمال يشتغل فيها ست عائلات عندك تقريبا مثل 1300 دولار كل شهر يعني هي الوضع ما بيجيب تكاليف الوضع تعبان مشاكل كثيرة بتواجهنا مثلا نحن لأدوية الأدوية ما كانت شيء يعني كانت زمان مثلا الرش اللي نجيب الدور رشه مثلا يقعد لشهر شهر ونص اليوم كل سبعين بدنا الرش أو بدنا الرش لشهر بدنا نتقل كمية الدور انتاج متذبذب من عام لآخر التقص له دور كبير وملوحة المياه كذلك الأمر هذا العام انتعشت أشجار الحمضيات وانتعشت معها آمال المزارعين بتعويض خسائر الأعوام السابقة واستتوقعات بأن يصل مستوى انتاج المواسم القادمة من أشجار الحمضيات إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي صفاء الهبيل تلفزيون فلسطين غزة من الزراعة والحديث عن الحمضيات والمزارعين نذهب بكم الآن إلى ملف مختلف كليا هذه المرة إلى عالم الرياضة والزميلة كيان السيفي كيان مساء الخير مساء الخير سلام مساء الخير أمل أهلا بكم مشاهدين الكرام أعلن باريس سان جيرمان اليوم تشخيص إصابة لاعبيه نيمار دا سيلفا وكليان إمبابي بعد خضوع الثنائي لكشف طبي في النادي وقال سان جيرمان في بيان رسمي أن إصابة نيمار عبارة عن شد في عضلة الفخذ الأيمن بينما أصيب إمبابي بكدمة في كتفه الأيمن وأضاف النادي الباريسي أن اللاعبين سيخضعان لفحص طبي جديد بعد 48 ساعة من أجل تحديد موقفهما بشكل نهائي وتعرض نيمار للإصابة خلال فوز البرازيل على الكاميرون وديا بينما أصيب إمبابي أثناء انتصار فرنسا على أرغوي بنفس النتيجة يبحث ريال مدريد عن تعزيز صفوفه بالتعاقد مع ناجم جديد في سوق الانتقالات الشتوية لتدائم خط الهجوم بهدف إعداد الفريق بشكل قوي للنصف الثاني من الموسم وذكر موقع ديفينسا سنترل أن النادي الملكي سيواجه جهوده للتعاقد مع إيدن هازرد نجم تشيلسي خلال انتقالات الشتاء المقبل في ظل تأخر توقيه على العقد الجديد مع النادي الإنجليزي حتى الآن وأبرزت صحيفة تصريحات الصحفي إدواردو إند الذي أكد أن ريال مدريد سوف يبدل كل ما في وسائه للتعاقد مع المهاجم البلجيكي في المركات المقبل كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن اتفاق غريب يمنع نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع لعبي ليفربول الإنجليزي لأعوام عدة وقالت الإذاعة أن انتقال البرازيلي فليب كوتينيو من ليفربول لبرشلونة مطلع العام الماضي دفع ليفربول لإجبار برشلونة على توقيع اتفاقية تمنع الأخير من التعاقد مع لعبي ريدز حتى عام 2020 ويحمل اتفاق ليفربول من خسارة المزيد من النجوم لصالح العملاق الكتالوني ويعني هذا الاتفاق أن النجوم ليفربول مثل المصري محمد صلاح والبرازيلي فليو والسينجلي ساديو ماني لن يمثل برشلونة في المستقبل القريب بشكل أكيد نهاية تجارة الرياضية لهذه الليلة شكرا المتابعة عودة إلى السلام وأمل شكرا إذن مشاهدين في لبنان يبتي سكان أحد التجمعات الساحلية قلقهم من موسم العواصف وارتفاع أمواج البحر وما يترتب على ذلك من أضرار على منازلهم وممتلكاتهم خلال فصل الشتاء على طريق سور البحرية جنوب لبنان يقع تجمع جل البحر تحاصره الطريق السريع التي تسببت بحوادف سير ودهسا لأبناء التجمع ويحل عليه موج البحر ضيفا ثقيلا بعد أسابيع قليلة في فصل الشتاء وتشهد المواسم السابقة على الأضرار التي لحقت بسكان جل البحر فصل الشتاء الحمد لله يعني فصل خير صح ولكن في عنا بالنسبة للبحر وطلوع البحر وعواصف الشتاء اللي عم تجي لعنا نتعرضنا كتير لمقاسي بالنسبة للبحر وطراحة بيوت عنا رأى عدت بيوت شي عشر اتناشر بيت ورجال الحمد لله رب العالمين يعني بمشيط الله وهالمؤسسات اللي دخلت علينا يعني رجالنا بنينا المنازل اللي ضررت كسائر التجمعات التي تعتبرها لأنروا خارج نطاق عملها تتولى منظمة التحرير التنسيق مع مؤسسات دولية لإصلاح الأضرار فأبناء التجمع الذين يعملون بمعظمهم في صيد الأسماك يجدون صعوبة في إعادة تأهيل منازلهم بعد كل عاصفة بسبب ضعف الإمكانيات المادية البحر يعني بيعاني كتير هلا جاي موسم الشتاء يعني الواحد هلا بنشرب يوم يوم نشتغل وعش طيام العطل نوع وعواصف بنقضيها يعني يعني إذا صحب شغل الواحد بارش شغلي صغير بارشتغلها ما في شغلي بيعود ومرة الواحد ممكن بحتاج لحدها يعني أنه بيعامل شبك لحدها بيعود إيجاره قد يحمل المشهد تضاداً حقيقياً بين التشمع ومحيطه يعكس واقعاً مأذوماً على المستوى الاقتصادي للسكان ويشكل التضييق في العمل على الصيادين أحد أسبابه يعني المعاناة كبيرة عندنا صيادين الأسماك ممنون يطلعوا إلا من الميناء لا يملكوا شغطورة لا يملكوا أشباك لا يملكوا وسائل للصيد فيش إمكانيات كمان عم تزيد من نسبة البطالة مع بدء العد العكسي لموسم العواصف وارتفاع موج البحر يرفع أبناء التجمع الصوت إلى المؤسسات الدولية لاستكمال بناء السد البحري والذي أنجز نصفه بمعدل 400 متر على طول التجمع جل البحر جارهم مد وجزر هي العلاقة بينهما ويعولون عليه لتجرف أمواجه مراكبهم ذات يوم لتعيدهم إلى فلسطين منتج معجل البحر في سور جنوب لبنان زينة عبدالسامد تليفيسيون في لسطين الآن لابد سيدتي وصدتي أن تتوقعوا في 48 ساعة قادمة أجواء باردة وأمطار قد تكون غزيرة لكن كل التفاصيل مع الزميلة نتالي رانتيسي نتالي مساء الخير سلام مساء الخير أمل شكرا أهلا بكم مشاهدنا الكرام في أحوال الطقس الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا وباردة نسبيا وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أنطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق أما الرياح فتكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وبالنسبة ليوم غدا فتتأثر المنطقة بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوية باردة نسبيا وبالتالي تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير لتصبح أقل من معدلاتها السنوية العامة بحدود 7 درجات مئوية وتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواسف رعدية أحيانا ومن المتوقع أن تبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي حتى يوم السبت هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة ومن خطر تزحلق على الطرقات وتحذر أيضا من تدني مدى الرؤية الأفقية ومن شدة سرعة الرياح أما الآن ننتقل وإياكم مشاهدنا الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة ليومي غدا في بعض المدن الفلسطينية حيث سنبدأ من العاصمة القدس المحتلة فمن المتوقع أن تسجل 18 درجة مئوية ننتقل إلى رمالة 17 أما نابلس 20 جنينو طوباس 22 تول كرام 23 خلقيلية أيضا 23 درجة مئوية أما سلفيط 18 أريحة 26 بيت لحم 18 الخليل 17 والآن ننتقل وإياكم مشاهدنا الكرام إلى المحافظات الجنوبية ونبدأها من غزة 22 دير البلح 23 خاني يونس 22 وأخيرا رفاح 23 ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العربية والعالمية اشتركوا في القناة إلى هنا مشاهدنا وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية أما الآن عود للزملاء سلام وأمل شكرا نتالي شكرا نتالي إذن مشاهدنا لم يبقى إلا أن نذكر بعنوين نشراتنا الإخبارية الاحتلال يهدم أكثر من عشرين متجرا في القتل المحتلة ويفجر أبواب عشرات المنازل بطول كرما هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في التشريع تواصل سلسلة اجتماعات الحوار حول قانون الضمان وبعد ساعات من ترميمه لإتلافه الحاكم نتنياهو يواجه مشاريعا لتفكيك حكومته وفي نشط التسعي أيضا تحدثنا عن المزارعين في المحافظات الجنوبية ومعاناتهم من ارتفاع تكليف زراعة الحمضيات ومتابعة هذه الزراعة التاسعة لم يتبقى منها إلا أن نقول لكم أطيب المنا وعلى اللقاء إلى اللقاء